اشتركوا في القناة احنا تقدمنا كذلك بواحد الطلبات دينا نقشنا القضية كذلك بجانب المتعلق سواء بالدعوان العمولية او بالدعوان المدنية التابعة وتقدمنا بالمطالب المدنية وبسبب نقص النارة وسبب الظروف ربما ديال الارتفاع داخل اللقاعة وما كيش مكيفات هوائية وسبب طلب عدد من الدفاع لانه يتأجل القضية لاستكمال المرافعات ديال الدفاع فيها فالمحكمة استجبات للطلب واجلات القضية الى جلسة الغد ان شاء الله ساعة الحادي عشرة اللي غادي تستنفى المرافعات ديال الدفاع دفاع سواء الاطراف المدنية اللي باقي مرافعات ثم بعد ذلك فتعطى الكلمة الدفاع المتهمين ومن المرتقب من المرتقب انه غدا ان شاء الله يصدر حكم في القضية اللي هو كي تعتبر في جميع حوال حكم ابتدائي اللي هو قابل من استينات وصدر انا وصدر الدفاعات الشكلية انه زاوية القانوني يجب ان شفتوه بطريق الحال لانه يمكن دفاع ديال الدنيا الظاطماء كيف يشفو الأمور بطريق الدفاع ديالا كان كي تتكلم على انه عنده عديلة قوية في نتاغ الأمور كيف يشفونتو ما هذه الأمور كيف يشفوك اللي كان في الدفاعات الشكلية كيف تمكن حق المدينة؟ بالنسبة لنا هناك بعض الدفاع اللي كانت تعلق بنا احنا يا وأنا وأتولى النيابة على مركز الوطني الحقوق الإنسان بالمغرب وكنتولى النيابة كذلك عند زي محمد مديني بالصفاتي الشخصية فتارت مجموعة من الدفاع متعلقة بانعدام صفتنا كطرف مدني في القضية وهذا الدفع اللي متعلق بنا احنا يا رأى أنا أردي تحيد بمجموعة من المقتضيات في قانون المستاجرائية وبحكم صدرات الغرفة الجنحية بمحكمة سينف مراك الذي أقرى بصفتنا طرفاً مدني لهم عندنا الحقوق المسبوب بنسبة الأضرار اللي لحقتنا بشكل مباجئة وكذلك دينا المحكمة بحكم لاحق في القضية دي الحمزة موبيبي اللي هو المحكمة قضت دينا بتعويب بناءً على القرار دي الغرفة الجنحية دينا المحكمة دينا بقرار نعم والرأي دي نيابة العامة والسنفان الرأي دي نيابة العامة هي دفعات دفعات على المتابعة لإستراتها سلطة اتهامي قادر دفعات على الأمر الدولي بإلقاء القرض بأنه تم وفق الإجراءات الشكلية المطلوبة من ناحية القانونية وبأنه لا يمكنه مناقشة دولة الإمارات وهي دولة ذات سيادة ففي القرار ديالها ديال ترحيل هاد المتهمة واحد المتهمة اللي هي طبط على طرف رئيسي اللي هي تم ضم المينف ديالها ديال المتهمة الأولتين والنيابة العامة كذلك دافعت على صحة الإجراءات اللي قام بأسر قادر التقام كيف كنتشوفه أستاذ الدور الجوهرين عند هذين المتهمة حكم تصور ديالك انت وستد كيف كنتشوفه الدور اللي عنده في المينف حنا كان بيأكد بالمجمال نعم موسك على أن المتابعة اللي تسترات في حق المتهمات عندها أساس من الواقع كين هناك مجموعة من الأدلة اللي هي كتب تعطابق عفوا من ناحية القانونية هي أدلة كافية ولكن تقدير النهائك بقل المحكامة لأن التقدير ديال المحكامة مختلف عن التقدير ديال قاضي التحقيق ولا حتى التقدير من نيابة العامة ونيابة العامة أراها التامست إجراء تحقيق بشأن مجموعة من الأفعال وحالتهم على قضاء التحقيق لأن النيابة العامة هي محركة للدعوة العمومية ودائما يغلبوا على عملها طبعا ديال تسطيل المتابعات ولا تقوم بحفظ القضايا ولا ناديرا وبالتالي أنه هذا طبيعي أمر طبيعي أنها حالتهم على التحقيق قاضي التحقيق راجلات حقيقته هو في قضية وبالتالي قام بالبحث عن الأدلة ووجد أدلة وقام بتمحصها وقام بتقديرها وهذا هو العمل للقاضي التحقيق لأنه يوازن بحقوق ما بين حقوق الطحية وحقوق المتهمين واعتبر الأدلة بأنها كافية وخصوص بعد التهم واصدر أمر بعدم المتابعة جزئيا في بعد التهم ولكن تهم أخرى في حالهم المحاكمة في حالة اعتقال بالنسبة لثلاث متهمات ومتهمة أخرى في حالة صراحة والآن سوف يتوصل إن شاء الله الجلسات في يوم غد وسوف يكون لنا لقاء مع كل مشاريع عدم حضور مدينة قدمت طلاط تمرفت وماذا ترون أن الحضور له قوة في الملف لإثبات مجموعة من الأمور بالنسبة لديفاع المركز الوطني محمد المدينة أنا سجل أمام المحتامة على أنه تم تغييبنا في مجموعة مراحل أساسية عند استنطاق المتهمات أمام نية العامة وكذلك أمام قاضي التحقيق لأنه قدمنا مذكرة الانتصاب كطرف مدني بالنسبة للمركز الوطني وبالنسبة لسي محمد المدينة وعلى أن السيد قاضي التحقيق لأنه لوقت الذي قدمنا المذكرة من بأجة الجائحة الكورونا لهذا الوباء مسكافة البلدان بما فيهم المغرب والذي بمقتضاه تم تعليق العمل في المحادي ومسيتنا بعض القضايا كقضايا التحقيق وقضايا المعتقلي ولكن لم يتم استدعاءنا الاستماع الذي يصفنا كطرف مدني أو كشهود وبالتالي طلبت من المحكامة أولا لأن المركز الوطني لحقوق الإنسان هو المقدم الشيكايمون لذي البداية وأن رئيس دياله اللي هو معتقل اعتقالاً احتياطياً على دمة قضية أخر على أن الحضور دياله سيكون مفيداً لإظهار الحقيقة ونحن لا نتوقع لأنه سوى الوصول إلى الحقيقة فالمحكامة كان لها رأي آخر ومشي تقدمت بطلب لأنه يحضر محمد المديني مسيجن وطلبت التأجيل فكذلك الحضور مجموعة من الأطراف لهم ذات الأسماء ومتحقيقات لأنه كان كانت محاضر ديالستنطاق وكانت محاضر ديال المواجهات وكينشي أشخاص يستبع لهم قادة التحقيق وبأنه تحقيق العدالة وإقرار ما يسمى بالقوانين الإجرائية خاصة ما يتعلق بمبدأ الشفوية لأن المتقصة الشفوية هو أن قادة التحقيق يجب أن يستمع الأطراف وهو ليس خاصياً لأنه هو في المبدأ ديال الاعتقاد الوجداني والاعتقاد الصميم خاصة هو غادي يشوف الملامح ديال الشهيد والملامح ديال الأشخاص اللي ذهوا في التصريحات وغادي من طبيعة الحال يقدرها لأنه بعض الأشخاص ميمكش يحكموا على بعض الأقوال ديومي إلا بعدها أداء اليمين وخصو قبل ما يدي اليمين وخصو قمتها في أسباب تليع وخصو أنه يدي بصريحات دياله بأمانة وتسحلنا إحنا المجال باش نطرعوا عليه أسئلة فأنا نحيط على المحكمة باش تتجر القضية لحضور مسيم محمد مديني والحضور واحد عطار فليكا عطارها أساسية ولكن المحكمة اللي هي قيبقى وقرار قرارها وإحنا أمام المرحلة الابتدائية وراه لو قاعدتنا جاوزات ولوقاعدت أخطاء فأثناء المحاكمة ابتدائيا فموج دات محكمة الاستينام وموج التعليم الاستينام ليس حيح بعض الأخطاء وشكرا شكرا شكرا شكرا